نحمي بن حكالية كاتب السفر معنى اسمه تحنن يهوى ولد في السبي وصار سقيا للملك أرتحشسته وكان قلبه في وطنه أورشاليم وإذ سمع بحال أورشاليم ناح وصام وصل إلى الله لما سأله الملك عن سر حزنه رجاه أن يعود إلى بلده ليبني أسوارها فأعطاه الله نعمة في عيني الملك الذي قدم إليه رسائل توصية وانطلق إليها ظهر نحمي كرجل صلاة وعمل في نفس الوقت فقد بدأ العمل بالصلاة متكلا على الله نفسه اشترك نحمي مع جميع طوائف الشعب في بناء سور أورشاليم واشترك الشعب أيضا في التوبة الحقيقية لله وتطبيق أحكامه وشعائره ولكن الشيطان عدو الخير حاول أن يوقف البناء بتحطيم النفس وبالتآمر للحرب ومع كل تلك المحاولات إلا أن بناء السورة قد تم ظهر في السفر مواصفات تثبيت العمل وهي التنظيم والحراسة بحكمة البناء بالشريعة الإلهية البناء بالتوبة الجماعية التعهد بتقدمات إلى الرب تنظيم السكن في يهوذة تدشين الصور إصلاحاتنا حمية بعد الرجوع الثاني فرز اللفيف أي الغرباء قبل الصفر ردوا حقوق الرب أي التقدمات حفظوا السبت رفضوا الزواج بغريبات بسم الله أبو الإبن والروح القدس الله الواحد أمين أهلاً بحضراتكم في برنامج سراج لرجلي كلامك إحنا كنا المرة اللي فاتت في نحمية الإصحاح التاسع وخدنا لغاية آية 15 واللي فيها بيتذكر اللويين مع الشعب اللي اجتمعوا في اليوم الرابع والعشرين من الشهر واللي ما كانش فيه مناسبة روحية لكن هم اجتمعوا عشان يصوموا يقدموا توبة ويرجعوا ربنا نفتكروا فيه كل عمل ربنا من أيام إبراهيم وفي أرض مصر وزي ربنا اشتغل معهم وزي أنه ربنا يعني شق البحر وكل معاملات الله الجميلة في الحقيقة من أول آية 16 بيتكلم سفر نحمية في الإصحاح التاسع عن رد فعل شعب ربنا وهل رده جميل لربنا وقدمه محبة بعد كل ربنا قدمه ده ولا فضلوا دايما بيقعوا وبيضعفوا وبيستسلموا وبيعملوا خطايا وضعفات فبيقول في آية 16 بسم الآب والإبن والروح القدس الإله الواحد أمين ولكنهم بغوا هم وآباؤنا وصلبوا رقبهم ولم يسمعوا لوصاياك وأبوا الاستماع ولم يذكروا عجائبك التي سنعت معهم وصلبوا رقبهم وعند تمردهم أقاموا رئيسا ليرجعوا إلى عبوديتهم وأنت إله غفور وحنان ورحيم طويل الروح كثير الرحمة لم تتركهم في الحقيقة بيكرر سفر نحمية لصحة 9 من آية 16 تعبير صلبوا رقبهم يعني صلبوا رقبهم يعني نشفوا الرأبة بتاعتهم بمعنى أن هم كانوا مركزين في اتجاه معين في علاقتهم بربنا هو ماشي وراء ربنا لأجل مصالح معينة لأجل أكل لأجل شرب لأجل هدف معين هو مش ماشي مع ربنا لأنه بيحب ربنا ولأنه بيشكر ربنا لا للأسف هو ماشي مع ربنا لأنه عايز الخير الأرضي اللي هيدهوله ربنا وعشان كده هم صلبوا رقبهم ويعلمونا أن الخروف لو فضل مركز في الأكل والشرب بس في الخضرة والمية بس ومركز أنه يبص على الراعي هيتوه وهيتوه بسهولة وممكن يضحك عليه وممكن يركز في الأكل والشرب ويصلب رقبته نحية الخضرة والمية وتبقى النتيجة أنه يبقى فيه ديب باصس عليه ومستنى أنه يقرب منه عشان يأكله ويلتهمه شعب إسرائيل رغم كل اللي عملوا ربنا ورغم كل الاهتمام اللي أقدمه ربنا والرعاية والأعمال المعجزية لكن نشفه اتبخهم بالمناسبة للناس اللي بتقول أن الكتاب المقدس تحرف واليهود تحرفوا الكلام ده هذه كانت من ضمن الحاجات اللي كانت لازم تتحرف كان لازم يطلعوا شعب ربنا وشعب إسرائيل ده شعب مثالي وكان بيسمع كلام ربنا وكان بيغضع له دائما لكن لأن ده كلام ربنا ولأنه وحي حقيقي فامطلعين الشعب زي ما ظهروا مشوا ورق إليها غريبة وبدأوا يتمردوا مش بس كده ده جوم أيام سمويل النبي وقالوا لسمويل قول لربنا احنا عايزين ملك سمويل اداي وقال لهم ازاي ازاي تقولوا ان انتوا عايزين ملك مكان ربنا الله هو ملككم فربنا قال له خلاص يا سمويل اعمل اللي هم عايزينه اختلوهم ملك بحسب ارادتهم وبحسب اللي هم عايزينه لأنه هم ما رفضوكش انت ده رفضوني انا واختار سمويل النبي اول ملك بشعب اسرائيل بحسب رغبة الشعب وحسب اللي كان الشعب طلبه من سمويل اختاروا شاول اللي كان خارجيا شكله كويس وامكانياته كويسة ومنصبته كويس ووسيم وشاب وقوي وابوه يعني راجل اسمه قيس جبار بأس يعني يخش اي حرب يخلص على طول بتعبير الوقت ده ومع ذلك كان شاول من كتفه فما فوق اطول من كل الناس كانت رأبته طويلة كان ذاته كبيرة كان حاسس بنفسه فتعب الشعب وبعد عن ربنا بعد ما كان بادي بداية ظاهريا كويسة وعشان كده بيفكرهم ربنا بانهما لما اتمردوا عليه اقاموا رئيسا ليرجعوا الى عبوديتهم ساعات الانسان بنفسه يحط نفسه في الظروف تخليه تزل وتخليه زي اللي بيستسلم لخطيئة زي شرب السجاير او المخدرات او اي عادات تبعدوا عن ربنا ولكن انت يا رب اله غفور انت يا رب اله حنان انت رحيم انت طويل الروح كثير الرحمة فلم تتركهم واللي راجع سفر القضاء يلاقي دائما اتكرارة الكلمة دي الشعب لما بعد عن ربنا ربنا رفع ايده فتقدبه وجوم ناس قدبوهم وحطوهم تحت منهم عبيد ولما الشعب ندم على الشر ورجع الاله الله وقف معاهم ونجدهم وخلصهم من الشعب ده اتكرر هذا الكلام مرات كتيرة جدا في سفر القضاء وبيتكرر هذا الكلام ملايين المرات مع كتير من ولاد ربنا اللي بيرجعوا يضعفوا واللي بيرجعوا يستسلموا للخطيئة لكن الهنا اله حنين اله طويل الاناة كثير الرحمة وللأسف ساعات ننسى ده وساعات نقول يا رب طب انت ليه ما تتقمش من فلان او ليه رب ما تنزلش نار تاخد علان وننسى انه ربنا مطول باله عليهم زي ما هم طول باله علي سنين طويلة اكتر في الخطايا واستسلم لخطايا والله في كل مرة بروح اتوب واعترف يقول خطاياكم لا اعود اذكرها يقول الرب لا اعود اذكرها ان كانت خطاياكم كالقرمز اللون الاحمر الداكن طب يضج السلب فالهنا اله غفور طويل الاناة كثير الرحمة لم ولن يتركنا لكن مهم او انه الانسان الروحي يستفيد من مراحم ربنا ويقول بوليس الرسول لا نستهين بغنى لطف الله وطول امهاله اوعى تستهين بان ربنا مطول باله هو انت عارف يا حبيبي ربنا هيطلبك امتى واللي يقول لك تعالى امتى في مرة من المرات بيحكي انه اب كان على قصة عجيبة جدا حصلت معاه لوحدة كانت جات مرة بتحكيله على مشكلة انه فيه واحدة ويكت انسانة متزوجة ان فيه واحد في الشغل غير مسيحي عمال يطردها وعمال يقاح في الخطايا وهي شوية تضعف وشوية تقوم فأبونا قال لها بيت تصلي ويطاعي العلاقة دي خالص وخلي بالك على بيتك وولادك وقال ربي من ربنا ففعلا لانه الستي دي من جوة كانت كويسة وكان اللي حصل ده عن ضعف قدمت توبة وقربت من ربنا ولكن هذا الشخص ما سبهاش في حالها ودائما كان يضغط عليه عشان يقاح في الخطيئة وهي رفض صلت لربنا وراحت كلمت هذا الاب الكاهن فقال لها لما يقولك كده وليله منتهى القوة يا أخي انت مش خايف ربنا عايزنا نقع في الغلط انت مش خايف لما النهاردة تموت ربنا يقولك ايه فراحت لهذا الشخص وقالت له منتهى القوة هذا الكلام انت يا أخي مش خايف لما تموت تقف قدام ربنا مش خايف يقولك فرد عليها رد عجيب قوي قال لها مين قالك ان انا هموت مين قالك ان انا هموت مين قالك ان انا اصلا هسيب الدنيا مين قالك اصلا ان انا هقف قدام ربنا تحاسب فاستغربت جدا قالت له انت بتتكلم جد ولا بتهزر قال لها اه انا بتتكلم جد انا عارف ان انا مش هموت وعارف ان انا مش هقف قدام حد تحاسب ده شخص استهان بمراحم ربنا واستهان ان ربنا مطول باله عليه وافتكر انه محدش هيحاسبه ومحدش هيجره يحاسبه لا يا حبيب لا تستهين بغنى لطف الله الله حنين الله طويل الروح كثير الرحمة ولكن سيأتي وقت نقف فيه جميعا أمام الله نقدم حساب الوكالة نقف أمام المسيح الديان العادل الذي سيجازي كل واحد بحسب أعماله مع أنهم عملوا لأنفسهم عجلا مسبوكا وقالوا هذا إلهك الذي أخرجك من مصر وعملوا إهانة عظيمة وأنت برحمتك الكثيرة لم تتركهم في البرية ولم يزل عنهم عمود السحاب نهارا لهدياتهم في الطريق ولا عمود النار ليلا ليديئ لهم في الطريق التي يسيرون فيها عملوا إيه؟ عملوا إهانة عظيمة عبدوا عجل عملوا من الدهب وقضهم هارون في صناعته وقال هو ده الله الذي أخرجهم من أرض مصر عبدوا هذا الإله الغريب اللي لهو إله في الحقيقة ولا عمل لهم حاجة وكانت دي إهانة عظيمة لله اعرف أن في الوقت اللي تمشي فيه وراء آلهة غريبة أنك بتهين الله إهانة عظيمة وبتقوله أن فدائك وصليبك اللي أنت قدمته لكل واحد فينا لا قيمة له محبتك واهتمامك بي ورعايتك لي ملوش معنى ملوش معنى الإنسان اللي بيعبد إليها أخرى غير الله هو يهين الله إهانة عظيمة واحد يقول لي بس احنا نشكر ربنا يعني بنعبد ربنا هو احنا لجبنا تمثال عبدناه ولا جبنا يعني طائر أو حيوان قولنا هو ده الإله اللي خرجنا من أرض مصر وعشان كده بقنا يقوله مش لازم نجيب تمثال ونعبده مش لازم نقول على حيوان أنه هو ده الإله بتاعنا لكن ممكن تكون جوانا آلهة تبعدنا عن ربنا فالذات ممكن تبقى إله تخالوا حضراتكم كبرياء الإنسان وذاته فيه بشر بيعبدوا زوتهم فيه إنسان ما عندوش استعداد أن يعبد أي حد إلا ذاته لدرجة لو ربنا قال كلام ضد ذاته هو مش عايز يسمع الكلام ده وعش كده فيه ناس كتيرة ثابت ربنا وأنكرت وجوده لأنه إلهه ذاته فيه واحد تاني يا جماعة إلهه المال وكتاب يقول محبة المال إيه أصل كل الشرور فيه أشخاص المال هو إلهه هو ده العجل اللي عمله وبيعبده هو ده اللي قال عليه إن من خلال المال ومحبة المال هقدر أوصل لله أنا عايزه ومحبة المال أصل كل الشرور ففيه ناس كتيرة أوي تعبد إلهه مختلفة فيه نهاردة ناس يحبوا أشخاص أكتر من ربهم ويسمعوا كلامهم حتى لو أعون في أخطاء وبالنسبة لهم يعني دول يخشوا في مرتبة الإلهة فهناك إلهة كتير مش كتير تكون الإلهة دي تماثيل أو عجول بنعملها أو حيوانات بنخترح أنها هي دي الإلهة بتاعتنا فنحن بهذا نهين الله إهانة عظيمة ولكن الله بما رحمه ما أطعش حاجة فكان يبعث عمود السحاب عشان يقودهم نهارا يبعث السحاب آسف عشان يقودهم نهارا وعمود النار عشان يقودهم ليلا رغم الإهانة لكن تفضل أحضان ربنا مفتوحة ويقول لنا ربنا إذا كنت أنا السيد فأين مخافتي وإذا كنت أنا الأب فأين كرامتي لو أنا أبوكم بجد فين كرامتي فين أكرم أباك وإذا كنت أنا السيد فين المخافة وفين الاحترام مهم جدا أن احنا نراجع أنفسنا ونقعد مع أباق اعترفنا ونشوف إيه الأمور اللي مسيطرة علينا إيه الآلهة اللي جوانا اللي بنعبدها سواء كانت ذات كانت جنس كانت شهوات كانت محبة مال أنواع كتيرة من الآلهة ما هيش آلهة حقيقية وآخرتها هيبقى فيها مشكلة ولكن نحن نستسلم لها ونعبدها وأعطيتهم روحك الصالح لتعلمهم ولم تمنع منك عن أفواههم وأعطيتهم ماء لعطشهم كلم على أن ربنا عمل العلي حتى من ناحية الأكل والشرب ما تأخرش نزل عليهم المن والسلوة وإداهم كل حاجة حتى روح ربنا خلاهم يعني موجود في وسطهم روح ربنا القدوس كان بيقودهم وكان بيحركهم والحقيقة وصدقوني مفيش أكتر من أنه ربنا يحط روح جوانا أنتم هيكل الله بولوس الرسول يقول لنا كده وروح الله ساكن فيكم والأم لما تحب تعبر عن محبتها لولادها فتقول لهم أنتم زعلتوني ليه ده حتى أنا روحي فيكم فالله بمحبته وباهتمامه وبرعايته أعمل كل الأمور طول باله وخرجنا من أرض العبودية وحت حتى روحه جوانا عشان يعبر عن محبته ياريت لا نستهين بغنى لطف الله ومحبته ونعرف أنه طول إمهاله أو طول أنات ربنا علينا تقتدنا للتوبة مش للكسل لأنه يأتي وقت نقف فيه أمام الله نحاسب على كل ما فعلنا وللهنا المجد دائما أبديا آمين اشتركوا في القناة